بسم الله الرحمن الرحيم عملية بالتوازي صفي نخدم شوية منها وشوية منها بها تفهم كيفاش تم عملية الطرح بالاستعارة اولا نبدأ في جهة اليسار 6126 ناقص 4968 نبدأ بالاحد 6 ناقص 8 لا استطيع ماذا افعل استالف الواحد وقبل ما نجري العملية لابد علي ان ارد الواحد هكذا اذا نقول 16 ناقص 8 تساوي 8 هذه معروفة لدى الجميع تقريبا الان نعود الى العملية الموجودة علي يسار 6 ناقص 8 لا استطيع اذا هذه الستة ماذا ستفعل ستستلف واحدا من عند الاثنين او من عند الاثنان من الملعشرات الستة تطلب من العشرات تقولها سلفيني واحد هذك الستة كي تسلف الاثناني من عند الواحد تولي ستة عشر وتروح الستة سوف نخدمه بالستة عشر اللي رفوق ستة عشر ناقص تمانية هذك الاثناني كي سلفت واحد للستة شح يبقى فيها يبقى فيها واحد لانها سلفت واحد للستة للستة اذا الاثناني يبقى منها واحد اذا نجري العملية ونقول ستة عشر ناقص تمانية تساوي تمانية مفهوم لحد الآن خلينا من هذا العملية الآن نرجع للأولى لان عندنا اثناني ناقص سبعة هذك الستة اللي راية تحت نزلنا الواحد ولسبعة اثناني ناقص سبعة لا استطيع ماذا افعل؟ استلف الواحد لعند الاثنان وارده عند التسعة كما هكا اذا نقول 12 ناقص سبعة تساوي خمسة لحد الآن أظن العملية راية مفهومة نعود نرجع إلى اليسار هذك الاثناني آع اليمين هذك الاثناني اللي سلفت الواحد للستة يبقى منها واحد الآن الواحد ناقص ستة لا استطيع اذا ماذا تفعل هذك الواحد اللي را فوق هذك الصغير اللي فوق الاثنان يروح لعند الواحد هذك اللي را ملون بالأصفر يقول له سلفني واحد ما يبخدش عليه يعطيه يقولوا هاك واحد اذا هذك الواحد ما يبقاش واحد لأنه سلف واحد الاثنان اذا يبقى صفر نبدأ بالآن العملية 11 ناقص ستة 11 ناقص ستة تساوي خمسة لحد الآن مفهومة مكتوف 58 58 الآن نعود إلى العملية الموجودة على اليسار عندي واحد ناقص عشرة الواحد را الفوق والتسع اللي ردنا للواحد تلي عشرة واحد ناقص عشرة لا استطيع اذا استلف الواحد تولي 11 وارده عند الاربعة اذا تولينا نظلق 11 ناقص عشرة تولينا 11 ناقص عشرة تساوي واحد هكذا الآن نعود إلى اليسار آئي اليامين الآن هذاك الواحد الاصفر كي سلف الواحد للاثنان اللي را الفوق يبقى سفر إذن السفر ناقص 9 لا أستطيع إذن هذاك السفر يروح للستة اللي رأي يملونا بالأخضر يقول ها سل فيني واحد تعطيه واحد يولي عشرة وهذيك الستة كي ينقص منها واحد وتولي خمسة إذن نقول عشرة اللي رقم تشوفي فيها صغيرة ناقص 9 تساوي واحد الآن النتيجة رايك كيف كيف 158 هنا و 158 هنا إذن نعود إلى اليسار تولي عندي ستة ناقص خمسة هي أربعة و هنا رجعنا لها واحد تولي خمسة ستة ناقص خمسة تساوي واحد الآن نعود إلى اليمين عندي خمسة رايك فوق خمسة ناقص أربعة تساوي واحد إذن نلاحظ النتيجة 1158 إذن هنا جرينا عملية الطرح بالاستعارة ولكن بطريقتين هذه الطريقة التقليدية وهذه الطريقة التقليدية نجم نقوله حديثة بصحة الطريقة اللي موجودة على اليمين هي الطريقة الصحيحة ومنها خرجنا هذه العملية الزوجة إذن أتمنى عزيزي تلميذ أن تكون قد فاهمت هذا الدرس وفاهمت عملية الطرح بالاستعارة وأتمنى إن شاء الله بربي ما تزيش تغلط في عملية الطرح بالاستعارة وإذا عندك كاش سؤال ولا كاش استفسار أتصل بي على القناة وارد لك إن شاء الله بربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته